حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الركين بن الربيع عن أبيه عن عمه فلني بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أربعة والأعمال ستة فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة وشقي في الدنيا والآخرة والأعمال موجباتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فوجبت له الجنة ومن مات كفرا وجبت له النار ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضعف عليه ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف حتنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة حدثنا الركين بن الرابع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسادي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف حتنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي إسحاق عن شمري بن عطية عن خريم بن فاتك الأسادي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتني قال قلت وما هما يا رسول الله قال إسبالك إزارك وأرخائك شعرك حتنا حسين بن علي عن زائدة عن الركين بن الرابع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله تضاعف بسبعمائة ضعف حتنا أبو النظر حدثنا المسعودي عن الركين بن الرابع عن أبيه عن خريم بن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ستة والناس أربعة فموجباتان ومثل بمثل والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بسبعمائة فأما الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلم الله عز وجل ذلك منه كتبت له حسنة ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة كتبت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة والناس أربعة موسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة وموسع عليه في الآخرة مقتور عليه في الدنيا وموسع عليه عليه في الدنيا والآخرة ومقتور عليه في الدنيا والآخرة